مرحبا معكم كارميل شماس اليوم بدي احكي عن الجمعة 16 نيسان أبريل اليوم الأمر بعدهم رفقنا من برش الجوساء لليوم الثاني على التوالي وبعد الأجواء كتير حلوة ومناسبة كتير لمواليد الأبراج الهوائي الجوساء بالطليعة طبعا والميزان وكذلك الدلو تستفيد أيضا مثل ما بتعرفوا مواليد برش الحمل ومواليد برش الأسد كيف بدي يكون انهارنا علما أنه الأمر مكمل معنا برش الجوساء لبكرة للساعة تقريبا عشر ونصف المساء توقيت بيروت البداية مع برش الحمل مواليد برش الحمل لنهاركم ممتاز نهاركم رائع نهاركم عم بيمش بطريقة كتير مهمة وكتير سريعة نبضة قوي ونبضة جيد جدا ونبضة مساعد للكم ما بيخزلكم بالعكس تماما استفيدوا من هذا اليوم الأكثر حظا يلي لازم يستفيد من آخر الزيارة لكوكب الزهرة لقلو هو مولود 18 نيسان أبريل طبعا هذا مرأة تأثيراته لكن معقولة بعدها تطالوا لحد هلا بالنسبة لبرش الثور الشوعد موالي برش الثور يدعو إلى الاهتمام والانتباه ببعض المسائل المالية إن كانت حسابات فيها تكون حسابات مالية فيها تكون حسابات بالشغل فيها تكون حسابات بينكم وبين آخرين فكونوا منتبهين كونوا حذرين التباسات فوضى احتمال إنه حدا بالغلط يحتال عليكم أو احتمال إنه يمكن أن أصد بعض الأمور بتضيع بصير في شوية بلبلة فكونوا حذرين الأكثر حظا اليوم هي موالي 19 و20 وحتى 21 نيسان أبريل كمل مع برش الشوزاء لأنه الأمر ببرشكم موالي برش الشوزاء أنتم الأقوى أقوى جدا 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 ما في شي بيقف بدرب ناشيحكم ما في شي بيتأخر عليكم اليوم موالي برش الشوزاء أنتم ضوهين أنتم نجحين أنتم أقوياء أنتم منافسين بنخاف منكم إذا أنتم معتين لحالكم أهمية بتكونوا كتير كتير مسخفين بحالكم اليوم نهار ممتاز للشغل للعمل لحتى تقوموا بأعمالكم لأنه شيء رائع جدا رجاء ما تأجلوا هلأ بكرة كمانا نهار جيد جدا لكن مواليد إذا كنتوا من مواليد 17-18 عزيران يونيو رجاء نكونوا جدا حذرين لأنه كوكب المريخ عندكم وكوكب المريخ يجلب المشاكل الأمراض أحيانا والحوالي سيكونوا حذرين بالنسبة لبرش السرطان اليوم الأجواء عند موالي برش السرطان بعدها رائعة بعدها هادية وبعد فيه هدوء وبعد فيه تأخير وبعد فيه نوع من بلبلة موجودة الأجواء لا تشجع على أخذ قرارات كتير كبيرة بالعكس هو للتمهيد هو لبحث تفاصيل صغيرة وطبعا مفروض قرار يكون التخذ في أيام أخرى إيجابية هذا اليوم هو للاستراحة لتفكير وأيضا إذا في عندكم إشي قديمة بحياتكم ببيتكم بمكتبكم بجواريركم بخزيناتكم هذا نهار مناسب جدا جدا لذلك انتبهوا على صحتكم تبقى المواليد الأكثر تعبا 20 و21 تاموز يوليو بنتي إلا برش الأسد اليوم موالي برش الأسد أنتوا من الأشخاص الأسرع من الأشخاص اللي قادرين أنه يحولوا ويحولوا الأمور لصالحهم من الأشخاص الناشحين من الأشخاص الأقوية من الأشخاص اللي عندهم قدرة لحتى يحولوا المعطيات من حولهم لصالحهم ولجانبهم يعني فيه كتير ناس بيحاولوا بيجربوا يمكن الوقت ما كان مناسب اليوم كتير حلو فإذا حابين ترجعوا تتواصلوا مع أهلكم مع أخواتكم مع جيرانكم مع أصحابكم لقدام اليوم مناسب جدا مش شوي الأكثر حظنا 18-19-20 أب أغسطس كمل مع برش العذراء اليوم مولي برش العذراء يمكن بيحسوا بشوية اهتمامات شوية قيلة بيحسوا أنه عندهم وجبات بيحسوا أنه عندهم ضرورة يكون فيه شغل ويكون فيه مناسبات يهتموا فيها فيه مناسبات يهتموا فيها يتابعوها ليش لا لأنه هالفترة اليوم الجمعة والسبت هي للتقدم والتقدم أحيانا بيجي مع شوية تعب وشوية مشهود فعم عليه حطوا مجهود ما رح تندموا أبدا بالعكس يلي ما بيحط مجهود اليوم يمكن يندم بعدين الأكثر حظنا 20-21 سبتمبر بنتقل لبرش الميزان موليد برش الميزان يوم كتير مهم بالنسبة للكم يوم بيفتح بوجكن الكثير من المناسبات الجيدة الخيارات الجيدة يمكن بتكون أنتوا شغلة وحدة بس لتعامل الفرق واليوم بيقدم لكم هذا الفرق فمواليد برش الميزان كونوا جاهزين أي شيء جيد فيكن تستفيدوا منه الشيء العاطل اللي بدوا جرء تخلصوا منه اليوم بسهولة بسهولة وكأنه بتتسهل قدامكن بعده مولود 5-6-7-18-19-20 أكتوبر الأكثر حطان بالنسبة لبرش العقرب الجو اليوم هو تمهيدي تمهيدي لعمل تمهيدي لحكي تمهيدي لحوار للقاء لتعارف لتسهيل أمور هلأ يوم جمعة في كتير ناس ما عم تشتغل وطبعا إحنا بأيام رمضان العالم تقريبا كلها ما عم تشتغل يوم الجمعة ولا حتى بشيء ما فيه ناس عم تشتغل عم يتابعني من دول مختلفة عم تشتغل فاليوم فيه نقل له لمولود برج العقرب أنه هيدا نهار هو لي ما رحقول لم شمل لكن هو لي لم الأمور لف لفة الأمور تلطيف الأمور فيه شغل وبتحتاجه إلى معلومات معطيات من أشخاص آخرين فمشان هيك لازم يضل فيه اليوم أخذوا عطا مع الناس كونوا حذرين واحد واثنين وأيضا ثلاثة نوفمبر تشرين الثاني بنتها إلا برش القوس اليوم مولود برش القوس الهمة لعنكم إياها اليوم قوي جدا صارخة جدا مهمة جدا طاحشة جدا لكن انتبهوا يمكن فيه ناس بدا يقول لكم خلقكم فتصيروا مضطرين يكون عندكم ردة فعل يمكن يكون ردة فعل سلبية فكونوا حذرين مواليد برش القوس اليوم من طاقتكم انتوا القوية عندكم نطاقة كتير حلوة وكتير قوية لكن إذا ما استعملتوا بطريقة لطيفة معقول الناس تنزعج منكم أو تسببوا لحالكم مشاكل نكمل مع برش الشدي اليوم مولود برش الشدي نهاره لبأسها به نهاره فيه عتب عليه بعض الشيء لأنه تأخر أو متأخر أو فيه عنده مهلة معينة تأخر عليها أو تعبين جسديا أو نفسيا فمواليد برش الشدي اليوم يلي لازم ينعمل اليوم هو إعادة النظر في بعض الأمور الصغيرة التفاصيل الصغيرة يلي أحيانا بتزعجكم لكن لازم تتطلع عليها لحتى تصلحوا ولحتى ترتبوها ولحتى تحطوها بإطارة الصحية نهار طويل ما تتأخروا فيه الأكثر تعبا 17-18 كانون الثاني يناير بنت إلا برش الدلو اليوم موليد برش الدلو عايشين لحظات حلوة أنا أحكيكم عن نوعية الوقت نوعية الوقت كتير حلوة وكتير ممتازة وجميلة جدا وبتخلي موليد برش الدلو يكونوا شايفين حالهم شايفين حالهم يعني وسئيمة حالهم هلأ إيه فيه ناس يمكن تشوفها على زيادة على غيرها فكلهم انتبهين يكونوا حذرين موليد برش الدلو اليوم نهاركم مرتب كتير نهاركم جميل جدا ومن أجمل الأيام تقريبا الباقي في شهر نيسان أبريل فيلي لازم تشتغلوه اشتغلوه اووا قلبكن شدوا الهمة قوموا تنشطوا لازم تشتغلوا الحركة فيها بركة اليوم الأكثر حظا هي موليد 14-15 وايضا 16 شباط فبراير لكن كوكب سحر بيحذر موليد 1-2-3 شباط فبراير كونوا حذرين بالنسبة لبرش الحوت موليد برش الحوت يلي قاعدين عقلين ومضبوبين ما عندهم أي مشكل فيه احتمال موليد برش الحوت تكونوا شوي عنكن نوع من عتب على بعض الأشخاص خاصة الناس القريبة منكن يلي ما ساعدوكن بلحظة صغيرة فيه شغلة صغيرة أو شغلة كبيرة ما ساعدوكن فيها فبتحسوا انه كونوا عم بتلموا فطولوا بيلكم موليد برش الحوت هذا الجو يستمر يوم السبت بعدين بتختفي كل هالمعاكسات وبتعيشوا اللحظات من أجمل ما يكون فهيدا الشخص يلي انتو بتحبوه يلي بدكن تعطبوه اليوم رح تندمو يوم الأحد والتنين إذا زعلتو أوكي فطولوا بيلكم خاصة 11-13 أدار مارس بختم مع مولود اليوم اللي لمولود اليوم انه بانتظاره سنة سنة طويلة ما تخلص لكنه سنة نافعة سنة افشن سنة فعالة سنة بتقدروا فيه على كتير من العمال الصعبة والمشاريع الكبيرة والمهمة رح تدخل لحياتكن تغييرات كأنها تمهيدية لحتى توصلوا لسنة الـ 2023 بتغييرات هائلة مهمة جدا نيسان أبريل أيار مايو أب أغسطس وديسمبر هني فعلا من أهم الأشهر بدأت منيلكم يوم سعيد إلى اللقاء باي باي